زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم عضو المجلس الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر الذي يخضع للعلاج في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان أشهد الدكتور بن دغر بالأدوار الوطنية والنضالية للشيخ صادق بن عبدالله الأحمر ومواقفه البطولية خلال العقود الماضية وعرب عن تقديره لجهوده من موقعه شيخا لمشايخ اليمن في مساندة الدولة وأشار إلى المكانة التي تحتلها أسرة آل الأحمر في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وريادتها للعمل الوطني والاجتماعي للتغيير والتقدم وعبر دكتور بن دغر عن تقديره للجهد الأخوي الكريم للأشقاء في الأردن ملكا وحكومة وشعبا وما أبدأ من اهتمام بالشيخ صادق بن عبدالله الأحمر شيخ مشايخ اليمن والشخصية المناضلة متمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالما معافا اشتركوا في القناة